هذا من القضايا لمنختصات السلطة القضائية الآن الموضوع ديال الورش الملاكي المهم جدا اللي هو لطورو الضلو لهذه سنوات ونحن نتكلم عليه وهذه سنوات ونحن نسمع عليه ولكن الضرورة اليوم في هذه الحكومة كان لها شرف أنها تنفذ هذا البرنامج وتنفذ هذا المشروع هذا اللي طبعا بتوجيهن ملكي سامي وليكن يدارش في البرنامج الوطني ديال الماء الصالح للشرب ومياه السقي علاش سبو وعلاش ماشي منطقة وحده في السردوان لأن منطقة ديال السبو هي منطقة اللي فيها فائض كين وحد ربعميات مليون متر مكعب سنويا كانت كنتمشي للبحر فكان طبيعي جدا أنه يتم التفكير في خلق هذ المشاريع هذي باش تربط ما بين المناطق اللي نسبيا فيها واحد النوع ديال الفائد باش تعطي المناطق اللي ما فيهاش اللي فيها واحد النوع ديال الندرة كان عندنا مشكلة على مشتوى الدر البيضاء كان عندنا مشكلة على مشتوى الريبات الحمد لله هذ المشروع هذي المشروع هذي المشروع رائد كبير ديال من ديال المغربة مغربة هما اللي غادي يستفدوا منه وديال المغربة هما اللي ليوا مفرحانين بيه هما اللي غادي يشنود بالتمر دياله لا على مستوى مواجهات الماء على مستوى هذا المحوار هذا وهذا الحوض هذا ديال البيضاء ووالا على مستوى مواجهات الاحتياجات ديل 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 بلدنا إذن كيفما نأكد مرة أخرى هذا مشروع ملكي صاحب الجلالة هو اللي أعطت توجيهات دياله لإنجاز هذا المشروع الهدف منه هو استرجاع كميات المياه المفقودة اللي كانت كنت تمشي للبحر ما حال تقريبا؟ الآن باعتبارا من 28 غوشت 2023 وأنا كنت صرحت في ندوات صحفية سابقة بأن هذا المشروع سيكون واجد نهاية الصيف دونك هذه الحكومة أوفت بالالتزامات اللي كانت خدات وصل العمل طبعا إلى مستوى متقدم جدا الآن هذه واحد اليومين قبل ما يمشي السيد رئيس الحكومة لزيارة هذا الورش كانت تدفق دياله واحد ثلاثة دلمتر مكعب فتانية لابا الآن واحد ستة يعني وصلنا للستة فتانية تعادل تقريبا واحد ربعمائة ألف تقريبا خمسمائة ألف متر مكعب سنويا وهو تقريبا نصف الاحتياجات دار البيضاء والرباط نصف المشروع سيقوم بشيء بشيء يوصل إن شاء الله في منيك تام الكل وتقريبا في حدود أكتوبر إن شاء الله في نهاية أكتوبر أشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر